السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزاء الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف السادس في مادة العلوم عنوان درسنا موارد الأرض التربة وأنواعها الصخور المعادن في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعليم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي كتابي، دفتري، قلمي الرصاص، مساحتي وبرايتي أيضا أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى نهايته لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا موارد الأرض التربة وأنواعها الصخور المعادن لدينا هدف عام وهو أن يتعرف الطالب والطالبة على موارد الأرض التربة وأنواعها الصخور والمعادن كذلك لدينا أهداف خاصة أولا أن يعرف الطالب والطالبة الموارد ثانيا أن يسمي الطالب والطالبة الموارد التي نحصل عليها من الأرض ثالثا أن يذكر الطالب والطالبة فوائد التربة رابعا أن يعدد الطالب والطالبة فوائد الصخور خامسا أن يسمي الطالب والطالبة بعض أنواعز المعادن سادسا أن يعدد الطالب والطالبة استخدامات المعادن سابعا أن يذكر الطالب والطالبة أهمية موارد الأرض للكائنات الحية موارد الأرض ماذا نعني بموارد؟ الأرض نحن نعيش على الأرض الإنسان يعيش على الأرض كذلك الحيوانات والنباتات في الأرض سهول وجبال وهضاب وبحار وأنهار ولكن ماذا نعني بموارد؟ موارد الأرض هي الأشياء التي نحصل عليها من الأرض ونستخدمها إذن الموارد هي التي نحصل عليها من أين؟ موارد الأرض إذن الأشياء التي نحصل عليها من الأرض ونستخدمها نحن الإنسان نستخدم هذه الأشياء التي نحصل عليها من الأرض ونستفيد منها مرة ثانية ماذا نعني بموارد الأرض؟ موارد الأرض هي الأشياء التي نحصل عليها من أين من الأرض ماذا نفعل بها نستخدمها ونستفيد منها هذا تعريف موارد الأرض ولكن ما هي موارد الأرض دعونا نتعرف لدينا موارد حية مثل ماذا مثل النباتات تسمى موارد حية نحن نحصل عليها من أين من الأرض ونستخدمها إذن هي موارد الأرض ولكنها حية هي النباتات أولى موارد الأرض من الموارد الحية دعونا نتعرف على بعض أنواع النباتات التي نستفيد منها ونستخدمها من موارد الأرض الحية النباتات لدينا الفواكه التفاح البرتقال الموز العنب كذلك الخضروات الجزر البطاطس جميعها من النباتات وتعتبر موارد حية الخيار البصل الليمون أيضا من موارد الأرض القمح الذي نصنع منه الخبز هو من النباتات إذن هو موارد حية وهو من موارد الأرض أيضا القطن هو أيضا من النباتات فهو من الموارد الحية فهو أيضا من موارد الأرض الحية ماذا نستفيد من القطن؟ نصنع من القطن الملابس هي موارد من موارد الأرض موارد حية النباتات دعونا نتعرف أيضا ماذا يوجد على الأرض من موارد قلنا موارد حية النباتات أيضا من الموارد الحية الحيوانات مثل ماذا؟ مثل الدجاج ماذا نستفيد من الدجاج؟ دعونا نتذكر نستفيد من الدجاج لحوم الدجاج أيضا ماذا يعطينا الدجاج؟ يعطينا البيض إذن البيض غذاء صحي للإنسان هو من الموارد الحية موارد الأرض نستفيد من بيض الدجاج قلنا أن الموارد هي الأشياء التي نحصل عليها من الأرض ونستخدمها نحن نستفيد من البيض ونستفيد من لحوم الدجاج ماذا أيضا من الحيوانات التي يستفيد منها الإنسان؟ الأبقار ماذا نستفيد من الأبقار؟ نستفيد من الأبقار لحوم الأبقار أيضا الحليب نستفيد من الأبقار حليب الأبقار نصنع منه الأجبان نصنع منه الألبان الزبادي الزبدة نحن نستفيد من موارد الأرض الموارد الحية الحيوانات مثل الأبقار دعونا نرى أيضا حيوان آخر نستفيد منه موارد حية أيضا مثل الخراف ماذا نستفيد من الخراف؟ هي من الموارد الحية نستفيد من لحوم الخراف ومن صوف صوف الخراف ماذا نصنع من الصوف؟ نصنع الملابس إذن هي من موارد الأرض موارد الأرض الحية التي يستفيد منها الإنسان تعرفنا على الموارد الحية النباتات والحيوانات هناك أيضا موارد غير حية دعونا نتعرف على الموارد الغير حية إذن موجودة في الأرض ونستخدمها مثل التربة والصخور والمعادن لدينا من موارد الأرض الغير حية لدينا لدينا التربة ولدينا للصخور ولدينا أيضا المعادن تعتبر من موارد الأرض الغير حية اليوم سوف نتناول بدراستنا التربة ماذا نعني بالتربة؟ تجربة عملية هيا نرى التربة التي أحضرتها لكم لدي هنا كما تروا تربة ماذا يوجد في التربة؟ ماذا أخرجت؟ صخور إذن كما ترون ناعمة وصغيرة يوجد بها صخور مفتتة صخور كبيرة صخور صغيرة كما نرى هذه تسمى تربة إذن لدينا هنا تربة ولدي هنا تربة كما ترون كما نرى لونها ولدي هنا تربة أخرى جميعها تسمى تربة إذن كل هذه تسمى التربة التربة هي موري الطبيعي لماذا هي موري الطبيعي؟ لأننا نجدها في الطبيعة على الأرض موري الطبيعي مهم جداً مهم جداً لمن؟ للنباتات والحيوانات والإنسان كذلك إذن التربة من موارد الأرض الطبيعية هي موارد غير حية وهي مهمة جداً لإنسان والحيوان والنبات دعونا نرى مكونات التربة من ماذا تتكون كما رأينا قبل قليل في تجربتنا العملية؟ تتكون التربة من فتاة الصخور كما رأيتم؟ رأينا هنا صخور كبيرة وصخور صغيرة إذن تتكون التربة من فتاة الصخور أيضاً تتكون التربة من بقايا الحيوانات المتحللة حيوانات متحللة تتكون منها التربة بقايا صخور بقايا الحيوانات المتحللة فتاة الصخور إذن صخور صغيرة وصخور مفتتة وصخور كبيرة كذلك تتكون التربة من بقايا الحيوانات المتحللة كذلك تتكون التربة من المعادن معادن مختلفة تتكون منها التربة هذه مكونات التربة دعونا نتذكر مرة ثانية إذن هي مورد طبيعي مهم جداً للإنسان والحيوان والنبات وتتكون التربة من فتاة الصخور أو الصخور المفتتة وبقايا الحيوانات المتحللة والمعادن كذلك تحتوي التربة على الهواء والماء يوجد في التربة هواء وماء إذن على ماذا تحتوي التربة؟ تحتوي التربة على الهواء والماء وهي تتكون من فتاة الصخور أو الصخور المفتتة وبقايا الحيوانات المتحللة كذلك المعادن هذه هي التربة في داخل التربة نجد النمل ودود الأرض كما نرى في الصورة أين نجد هذه الحيوانات؟ في داخل التربة نمل ودود الأرض لدي الآن نشاط تتكون التربة من من ماذا؟ قلنا من فتاة الصخور أحسنتم صخور مفتتة قطع كبيرة وقطع صغيرة وتتكون التربة من بقايا الحيوانات المتحللة كذلك تتكون التربة من المعادن لدينا الآن النشاط رقم أربعة املأ الفراغات بالكلمة المناسبة لمكونات التربة أولا تتكون التربة من مجموعة مواد مثل مثل ماذا؟ صخور مفتتة و معادن أحسنتم وماذا؟ بقايا حيوانات متحللة إجابة موفقة ثانيا في داخل التربة يوجد ماذا؟ دعونا نرى يوجد نمل أحسنتم ماذا أيضا يوجد في داخل التربة؟ دود الأرض نمل ودود الأرض يوجد في داخل التربة كذلك تحتوي التربة على ماذا؟ على هواء وعلى ماء أحسنتم إجابة موفقة في الأخير لدينا توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة والحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة وتبكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نجاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر